السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا ما نعتذر لتأخرنا الاربع دقائق دول عليكم عشان المشاكل اللي بتحصل هنا في اوروبا في البرد مع وجود مشاكل في البث المباشر من بقى احنا اتكلمنا عن المصطلح الجديد اللي احنا اتكلمنا عنه من اكتب من 17 سنة تقريبا او 16 سنة اللي هو بنسميه كريتشريتيريونيزم ضد اللي هو هيمياتيريونيزم او الخلائقية اللي هي وليس الانسانية اللي اما انا كاتب هنا في الصفحة عندكم الخلائقية وليس الانسانية طبعا انا بشكر زملائي اللي هم العمل المدى العلمية والاعلام لما صحر وعبد الرحمن وفاطمة هرسي واذا كنتم بتشوفوا السوشال ميديا ساينز يمكن تتصلوا يعني تكونوا معنا فيها ننظر هنا للتعريفات انا ليه بكلم النهاردة عن الموضوع ده الموضوع ده مهم جدا جدا من نسباننا لان الموضوع ده ليه خلفية ثقافية خلفية دينية خلفية قيمية خلفية عقيدية وخلفية تاريخية التعريفات تختلف التعريفات لمفاهيم العمل الخيري بين الثقافات واللغات ويتم باستمرار استحداث مفاهيم جديدة مشكلتنا احنا في اللغة العربية هي غنية جدا 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 لكن احنا ما بنستحدثش اي تعريفات جديدة للمصطلحات وبنأتي دايما نترجم المصطلحات اللاتينية الى مصطلحات عربية وده يعتبر قصور في القائمين على العمل الانساني في العالم العربي بالذات والعالم الاسلامي ننظر هنا هو لبعض الاستشكالات اللي احنا بنتكلم فيها احنا في عالم عربي احنا في عالم عربي بنتكلم فيه احنا فيه في العالم العربي ده مشكلتنا فيه ان احنا عندنا اغنى لغة في العالم ومع ذلك لا نستعملها لغة فيها مفردات ل 12 مليون و 2 من 10 ونستحدث او بنتبع مخرجات للغة فيها 600 الف او 150 الف او 160 الف او 140 الف ده مشكلتنا احنا ففي لغتنا العربية غنية جدا غنية جدا غنية جدا فلذلك احنا لابد نحترم اللغة اللي بنتكلم بها ومننبطحش انبطاح في اه 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 انبطاح في مهانة للغة اللي احنا منتكلمها وثقافة اللغة منتكلمها وفلسفة اللغة رح نتكلمها ده اللي مرة واحد التحول من مصطلح الاغاثة للطوارق لمصطلح الاستجابة الانسانية او من هوا ده حصل في التسعينيات من القرن الماضي فجأة كده لان نفسنا بعد نتكلم على قسم الطوارق وقسم الاغاثة اصبحنا منتكلم على قسم الاستجابة الانسانية احنا كلمة انسانية في اللغة العربية تختلف تماما في مفهوم انسانية في اللغة اللاتينية او اللغة الانجليزية بالذات يعني انسانية عندنا اكتر شمولية بتشمل كل عمل يخص البشر ويخص غير البشر من اعمال اجتماعية اعمال اغاثية الى اخير لكن هم دلوقتي حددوا مفعوم كلمة انسانية انه هو يعتبر فقط للاعمال الاغاثية والاعمال والاعمال يدخل فيها العمل التنموي والعمل التأهيل والاعمال دي كلها فده حاجة حصلت في التسعينيات من قرن الماضي ده احد الاستشكال اللي نتكلم عنها ان احنا عندنا قصور في انتاج مصطلحات جديدة تستطيع ان تقود لعمل الانساني في العالم كلمة خلائقية هي قلمة مش غريبة على اللغة العربية يعني اذا ندع الخلق للخالق انما الخلق للخالق والخلائق والمخلوق وكل هذه الاشياء نحن نتكلم عنها ودي نحن نتكلم عنها هل نتكلم عنها خلائقية ام نتكلم عن انسانية طبعا احنا ماشيين بالفلسفة الغربية اللي هي شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع حتى اذا دخلوا جوحر دب دخلنا ورهم الى اخير فيما معنا الحديث تعرف صلى الله عليه وسلم هم بتكلموا عن ثقافة محدودة المعالم محدودة المعالم ثقافة يعني كل الاديان السماوية نزلت في الجزيرة العربية ما بين مكة والمدينة ومنطقة الشام اللي هي فلسطين الى اخيره وبعثة موسى عليه السلام ايضا في مصر الى اخيره الى اخيره فمننظر لهذه المنطقة الغنية بالثقافة وبالتاريخ وبالقيم وبالاديان ونحاول نختزلها وندبع فيها لغات نشأت في اماكن اللي لم ينظل فيها اي اي دين سماوية لذلك كلمة خلاقية ده اللي بدخلنا على اللي هو المصطلح الجديد اللي استطلح اللي استحدثوه واللي هو بنسميه بالانجليزي FBO او Faith Based Organization او Faith Based Organization او Faith Based Organization معناه ايه معناه ان احنا بنقسم المجتمع الانساني او المقسم المجتمع الخيري الى جزء اين جزء يبقى اسمه المؤسسات ذات الطبيع الديني وجزء التاني اسمه المؤسسات اللي هي مش غير الطبيع الديني انا بقول لكم من وجهة نظري الشخصية اللي اؤمن بها ايمان قوي وايمان عالي جدا اللي هو هذا تقسيم وتفرقة ما بين الاساسات اصبح اللي هو ديفايزن يعني ايه بنقسم المجتمع هذه مؤسسات ذات طبيع الديني تمشي على النحية دعم معين توقف معين ثقافة معين وهذه مؤسسات ليست لها طبيع ديني ولها دعم آخر بيكون الدعم للمؤسسات اللي غير ذات طبيع الديني اكثر بكثير من المؤسسات هذه احنا بنبطحنا اللي هو بتتكلم في ايه مثلا انسان في يعني المحلال الشخصية بتاعتنا بتخلينا نمشي ورا هذا الانقسام بمعنى انا ارى واؤمن بهذا ان العلمانية كدين جديد موجود له انبياء ينظروا لها الليبرالية كذلك الشيوعية كذلك الاشتراكية كذلك كل هذه الاشياء هي كالاديان استنعها البشر فانا بدل ما اقول مؤسسات ذات طبيع ديني مؤسسات ليست لها طبيع ديني انا اتكلم عن كل هذه المؤسسات كأنها مؤسسات لها قيم راسخة ثابتة يشترك فيها الجميع ولا نقسم مثل هذه المؤسسات الى هذا طبيع ديني وهذا طبيع ديني وده اخر الاستشكالات ليه اللي بتست من واجهها في الغرب وفي الشرق والجهلة ممن يعملون في العمل الانساني سواء كانوا في هنا او هنا مشيين وراء هذه المنظومة ايه يعني دون ان يفهموا المقصود الاساسي منها هو ايه لما بدأنا نتكلم عن مصطلح اللي هو الخلاقية او بالانجليز اللي هو كمصطلح جديد في الفين وخمسة الفين وستة وكان لها محاضرة في جامعة منسوتا الناس ما تخبرهاش قوي لكن ممكنش ما فيها نتكلم عن ايه يعني خلاقية هم هم ماشيين عن النوع النمط التقليدي اللي الناس بتتكلم عنه اللي هو الانسانية وفقط وكل واحد يعرف الانسانية على نفسه وحنتكلم في الشريح القادمة على المعاني دافات ما بين فلسفة الفكرتين في جامعة اوكسفورد كان لها محاضرة عدة الفين وستة وكان رسالتي واضحة جدا انكم لا تستعملون الاديان في تقسيم المجتمعات او تقسيم المؤسسات الى ضد طابع دين او غير طابع دين اذا ما انا اتكلم لما اتكلم من دقائق فكان بالنسبة لهم شوك يعني صدمة لماذا لان انا بقول تقسيم كأننا بنقسم او ايه بنعمل تفريقة عنصرية او تفريقة دينية بين هذه المؤسسات والاخرى دي بعض الحكاية عم نبص انت في الجدولين هنا هو هنلاقي هنا ليه انا قلتك او خالق وانا انسان هنا رأس الهرم حيكون عندنا هو الخالق سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى هنا رأس الهرم في الانسانية حيكون الانسان ده اللي بيثبت في عقلية الفرد مننا حتى يستطيع ان هذا الفرد يكون هو المشرع ويكون هو المحلف ويكون هو القادي ويكون هو كل شيء كانسان اما هنا هو بنتكلم عن اللي هو الخالق والخلائق والخلائقية والمتخلق والمخلوق والمخلوقات الى اخير هنا كله بينزع تحت اسم هيمن وهنا بيحصل بيطلع من مشتقات اسم الخالق نفسه لكي يكون لنا مرجعية هو الخالق مرجعية هو الخالق والانسان يكون جزء من المرجعية التي يفرضها عليه الخالق وليس ان الانسان هو يكون المشرع كما نرى الان وكما يحدث في كل المجتمعات اللي هي السمت العمل الانساني الدولي والمحلي والمؤسسات ذات طبع ديني على جنب ومؤسسات ونعمل كل دول لهم طبع ديني لان اذا ما قلت من دقائق ان العلمانية والليبرالية والشيوعية والاشتراكية وكل هذه الاشياء هي اديان استحدثت من البشر نفسهم ولها انبياء ولها رسل ولها كتابات الى اخيره الى اخيره الى اخيره بعد كده هذا الحرم بتاعنا لو كنا بنتكلم احنا عن ان رأس الحرم في الانسانية هو الانسان وده اللي ماشى عندنا من كلمة فحنجد ان هو الانسان هو المشرع وهو القادي وهو الهيئة المحلفين وهو المتهم او المجرم او او الى اخيره ده الهرم اللي انا بتكلم عنه ولان انا بقى ارفضه في من ايماني ومعتقدي الراسخ عندي والخبرة التي رأيتها ان اصبح الانسان هو دلوقتي يحرك كل شيء خاصة في كل المناحي الاجتماعية التي تتصدر يعني ايه تواجه الشعوب عند دلوقتي ملايين 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 من هزحين وملايين من المشردين وملايين من اللاجئين وعشرات والمئات والاف المدن والقرى متنمرها في اماكن كتيرة جدا في العالم سواء كان بالصراعات المصلحة او غير صراعات المصلحة وهنا السياسة التي اضعها مرجعيتها هو الانسان وده اللي انا برفضه حاليا واقول للمؤسسات العربية والاسلامية لابد ان يكون لكم مرجعية تشرع لمثل هذا العمل هنا في الهرم ده هو الهرم الخلاقية يبقى المشرع هو الخالق لازم يكون فوق الانسان جهة اعلى منه جاية تستطيع انها توجهه جاية تستطيع انها تضع اشياء راسخة يستمد منها القيمة التي سيتعامل بها مع اخيه الانسان او اخته الانسان فهو من هنا هو ايه الخالق الله سبحانه وتعالى بعد كده بقى ممكن الانسان في الهرم ده يكون قادي اللي هو المخلوق او الانسان يكون من هيئة المحلفين اللي هو الانسان او المخلوق يكون متهم او مقلم او هكذا لكن لابد ان يكون رأس الهرم هو الخالق ده يعني لا يكونش رأس الهرم هنا هو الانسان كما يريدونه في المصطلحات الاخرى او الثقافات اللي بتفرض على الانس يعملون دون ان يبحثون دون ان يدركون دون ان يفهمون ده مصيبتنا السوداء نحن حتى في اعملنا الانسانية و جمعياتنا ما فيش قسم للدراسات ما فيش قسم الابحاث ما فيش قسم لعمل المبادرات الجديدة بنتكلم فيها كلنا بنمشي وراء ما يستحدثوا مؤسسات هنا او هناك وهذه مؤسسات تفرض لها ثقافة معينة وانت بتبعها دون ان تفهم ما يفرضون من ثقافاتهم عليك دي دورة الحياة اللي هي بتدخل فيها ثلاث كائنات كائن الدودة هنا هو وكائن الشجرة اللي هي اوراق الشجرة دي كلها اللي بتعيش عليها الدودة التغذي عليها الدودة وكائن اللي هو الطير فالثلاثة معتمدين على بعض تعتمد الدودة على الورقة ويعتمد الطير على الدودة اللي بتاكلم من الورقة لأن هناك معنى أن هناك دورة حياة للولقة والدودة والطير بمعنى أن هناك نظام ومرجعية لم يخلق هذا الأمر سدا أو هباء نحتاج إلى إعادة تعريف معنى مفهوم الإنسانية الإنسانية بالنسبة لنا ليست حصرية على البشر بل هي على العكس تماما فهي مفهوم شامل لكل شيء وكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى حتى لو لم نكن على دراية بهذه المخلوقات الأخرى نعرف أنه يعيش معنا كائنات وحيوانات وطيور وسباع وحشرات وجراثيم إلى آخر ومياه ومناخ وقبال وهضاب وصحراوات إلى آخر وآخرين وتعاين علينا أن ينحرر عقلنا دي كلها نكبرها نكبر مخك من مدارات محدودة حددت لك وقدت لك بمفهوم الثقافي والفلسفي لمعنى الكلمة التي تمشي وراءها وهي الإنسان وليس الخالق نفسه وتعاين علينا تحرير عقلنا من مدارات محدودة وحيدة الجانب أو أحادية الجانب ده بالنسبة لنحن يجب أن نكتهد في أن نضع تعريفات جديدة لكي نقوم بها المجتمعات الدولية لأسفقة المجتمعات المحلية تحدي لكي تقود المجتمعات الدولية ولا أسفقة المجتمعات المحلية هنا بقى أنا ليه بقول لبعضها خلاقية؟ أنا عادت بأتكلم عن إنسانية وعن الخلاقية وعن كذا 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 استخدام كلمة خلاقية استخدم كلمة خلاقية للإشارة أنها باستخدمها إلى جميع المخلوقات إلا لأن الخلق والخالق فالخلق وعيال الله كلهم كلهم فلذلك حينما أبدأ أعمل أي مشروع في أي مكان في العالم لابد أن أراعي البيئة والكائنات التي نعيش داخل مثل هذه البيئة ولا يكون مشروعي أو عملي سواء كان تنموي أو اجتماعي أو إغاثي إلى آخري إلى آخري إلى آخري يكون بمعزل عن من يعيش معي داخل البيئة من كائنات أخرى تخدمني وإنما خلقت لخدمتي فلا أدمرها ولا أقضي عليها استخدم كلمة خلاقية الإشارة إلى جميع المخلوقات والكائنات ليس فقط الكائنات الحية مثل الطيور والحيونات والحشرات والأسماك بل يشمل أيضاً الكائنات غير الحية مثل المناخ والبيئة والجبال والبحار والأنهار على الرغم من أنني أعرف أن هذا ليس تعريفاً صارماً كما توضح القموس القموس في أكسفورد أو كامبريج إلى آخري إلى آخري لا يتكلم عن كلمة دي باللغة الإنجليزية يتكلم على هيمانتيرانيزم إلى الإنسانية لكن ما يتكلمش عن الخلائقية نحن أصحاب التاريخ والثقافات واللغات الحية القوية جداً 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 والعقائد المختلفة التي نمت في هذا المناخ الذي نزل فيه كل الرسالات السلامية علينا أن نضع لنا مصطلحات جديدة نستطيع أن نقود بها المجتمعات الإنسانية الدولية والاجتماعية الدولية والسياسية الدولية هنا بنبص هذا قائد هذا الإنسان وهذا مخلوق آخر وهذه الأرض حتى الأرض اللي نحن بنمشي عليها هذه كلها لابد نشوف الكائنات اللي عايشة فيها حتى حينما بنستعمل الكرباك ده اللي بنقلم به الحسان قد يؤدي إلى موت بعض الكائنات اللي حواليه اللي نحن مشاهدينها فإن تعريف الإنسانية كمفهوم بيتعلق بالبشرية فقط يقودنا إلى بن يعني إن تعريف الإنسانية كمفهوم يتعلق بالبشرية فقط بالبشر فقط يقودنا إلى تجاهل بقية المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون شريكا لنا في هذا الكون وكمان تخدمنا وتساعدنا تول حياتنا لربنا خلق الكون وخلق الأكوان وخلق المجرات وخلق عليها مخلوقات كثيرة جدا في كل مكان في هذا الكون الفسيح وفيها المخلوقات خلقت لتخدمنا فلابد علينا أن نحترم موجود كل هذه المخلوقات فلا ينبغي الإنسان أن يتجاهل تلك المخلوقات وأدوارها الإبداعية التي ينبغي اعتبارها مكملة ومتكملة لأدوارنا في الحياة لابد علينا أن نتجاهلها وحينما نتجاهلها مثلا أنا أتكلمكم على بعض المشاريع اللي فيها فساد في الإدارة وفساد وسرقات إلى أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية المنسمية مشاعة تنموية أو مشاعة استثمارية إلى آخره اللي بنقضي فيها على الغابات ونقضي فيها على الموائل إلى آخره بتتحول هذه الأماكن إلى أماكن سحراوية وماكن جافة وأماكن طبعا بتنقرض فيها حياة المجتمعات الأخرى من إيه؟ الخلائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى هنا نشوف بقى دورات الحياة لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقةcon دامتغه فخلقنا المدغطة عزاما فكسونا العزام من رحمن ثم أنشأناه أخلقا آخر فتبارك الله صحوني دي دورة حياتك أنت داخل رحم أمك أو داخل رحم أمك هذه دورة الحياة من النطفة للعلقة للمدغة المدغة المخلقة والمدغة للمقلقة إلى بعد كد Gallda العزام والبكسوها الأحمن إلى أخير نحن في داخل دورة حياتنا هنلاقي فيها عوامل كثيرة لابد ان تجعل هذه الدورة متكملة لكي لا يتموت الجديد سواء عوامل داخلية او عوامل خارجية يعني معنا فيه نظام ده اسمه نظام نظام داخل رحم المرأة وقبل ان يعاشر الزوج زوجته نظام ايضا وبعد ما يخرج الطفل نظام ايضا فكل هذه الانظمة تدل على انه فيه نظام كبير يبدأ من الحيوان المنوي اللي احنا شايفين هنا هو في اول سورة كله في اول يوم ده وينتهي بخروج الطفل من رحم امه نظام هادي ايضا نظام اخر في نوع واحد من انواع المخلوقات اللي هو النمل سورة سليمان عليه السلام حتى اذا وقتوا على ودي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده هم نشعرون يعني وادي النمل ذكرت كلمة وادي اللي هو اللي احنا اكتشفناها يمكن في القرن الماء دي ها لم تذكر لم يكن بشر يعرفوا كلمة وادي لكن لما دخلوا في بيوت النمل وشفتوا البيوت اللي احنا ذرناها في السومال او في اماكن اخرى داخلها لان في اودية كبيرة بيعيش في النمل حتى النمل هذا ما يتكلم عنه كحشرة او كمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى له نظام بديع يستطيع ان يعيش من خلالها مرتبط بالنظام الكوني الرباني الكبير انظمة متربطة بعضها ببعض شفنا انظر كده حينما يخلق الخالق كل هذه المخلوقات هذه هي الخلائقية وما من دابة في الارض ولا طائر نتير بجرحية الا اممنا كلها ولا امم امثالنا يفكروا يتجوزوا يخلفوا يختلفوا ويتعاركوا مع بعضهم وعندهم قيوش وعندهم ناس يعني وعندهم ناس ابن البيوت بتاعتهم الى اخرى الى اخرى الى اخرى الى اخرى وكل امم مثلنا فده هذا هو الخلق اللي احنا حينما نعمل في العمل الانساني لابد ان لا نغفل وجود كل هذه الكائنات حولنا حولنا وما من دابة في الارض ولا طائر نتير بجرحية الا امم امثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم الى ربيم يحشرون يعني كل هذه الكائنات او المخلوقات البديعة التي خلقها الخالق وفق نظام بديع يتماشى يتماشى مع النظام الكون الفسيح ده بد ان نرعيها في العمل بتاعنا ان عملنا مشروعنا القائم فقط على حاجة الانسان قد نغفل حاجات كل هذه الكائنات التي هي في الاصل انما خلقت من الله سبحانه وتعالى تخدمنا وتجعل حياتنا هانئة سعيدة على ظهر هذا الكوكب هذا مجال اخر احنا اتكلمنا في الاول عن كيف يخلق البشر في رحمة الام ثم اتكلمنا عن علاقة ما بين الدودة والطائر والنبات ثم اتكلمنا عن النمل كقبيلة ثم اتكلمنا عن الخلائق كلها ودي المجرات اللي احنا نتكلم عنها الشموس والاقمار والنجوم ها والكواكب الاخري ها والشمس تجري مستقرن لها ذلك تقديره العزيز العليم تمشي يعني فيه نظام والقمر قدرناها مريزة حتى عذاك العرجون القديم نظام للقمر للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكلهم في فلك الناس بحاجة كل هذه الانظمة مرتبطة بالدودة مرتبطة بالشجرة مرتبطة بالنحلة مرتبطة بالنملة مرتبطة بكل كائن حي لانها كلها نظام بديع متكامل الاطراف في بناءاته التي لا تخطئ على الاطلاق لا تخطئ على الاطلاق لان الذي وضعها هو خالقها والذي خلق الخلق تبارك الله احسن الخالقين بالمحصلة بتاع كده يعمل العالم كله او العوالم كلها او الافلاق كلها وفقا لخطة معقدة ومثالية خلاص مؤمنين بذلك وسواء اذا كنا احنا بقى كبشر بنفلسف زي ما احنا بنفلسف نعتقد ان هذه الخطة تم وضعها نمر واحد من قبط خالق زي حالاتنا او بقوم بهذا او باي طريقة اخرى واحد بيقولك لا ده مش خالق للطبيعة الطبيعة بتوعب من كده ولاك لا ده مش كده ده فيه الفراغات فيه اللي بتعمل كده او بيقولك لا ده مش كده ده فيه انسان وهكذا طيب كبط خالق كما نعمل بهذا او باي طريقة اخرى فانه لا شك في ايه في ان الحياة الصحيحة الصحية والناجحة والمستمرة لنا جميعا خلال الاف السنين التي عاشها الانسان على الكوكب الارضي تعتمد على تمسكنا بهذه الخطة وهذا النظام ان التذبنا بهذا النظام وهذه الخطة نجينا لكوكبنا اذا افسدناه افسدنا الكوكب وافسدنا حياتنا وضمرنا الكوكب بخارق القواعد وذلك حادث حاليا خاصة من الدغوة العظمة التي تفسد في الارض اكثر ما تصلح وتجعل سراعات دموية ما بين الشعوب بعدها وبعد وتسرق وتنهب كل مقدرات الشعوب وتؤدي للتسحر والجفاف بما نسميه اللي هو الصورات الصناعية الاندسترالي بخارق القواعد نحن الذين ندفع الثمى فينا ونحن ندفعه الان ندفعه الان ندفعه الان بخارق القواعد الكونية فاننا نتسبب في العديد من مشاكل صعب دي بعض المشاكل مش كل المشاكل دي بعض المشاكل نتكلم عنها اول حاجة ازدياد عدد الصراعات والحرب اللي احنا شايفينها في كل ما كان في العالم سواء كان في امريكا لاتينية سواء كان في بلاد افراقية مختلفة سواء كان في الشرق الاوسط سواء كان في اسيا الى اخرين احنا اللي بنخلقها علشان نبيع السلاح دي نمرة واحدة نتيجة هذا نتيجة هذا اللي هو بتؤدي الى هجرة والنزوح والترحيل زي ما حصل في بلاد كتيرة جدا بنتكلم عنها نمرة اثنين نمرة ثلاثة بتكاد التصحر والجفاف وتدمير البيئات الطبيعية ما تقوليش ان البيئة دي اتلخبط كده ببلاش لا تلوث البيئي نديجة عدم اقتراثنا ب اذا هو التغير المناخي نتيجة عدم اقتراثنا بالتلوث البيئي اللي احنا بنحدثه النفايات النووية والنفايات الكيميائية والقضاء على الموائل والقضاء على الغابات الى اخره الى اخره الى اخره ده بيؤدي ايضا لزيادة الفقر فيه كافة نحو العالم وبيؤدي النتيجة النهائية اللي بتخني الدول الغنية اغنى والفجوة بمن الدول الغنية والدول الفقيرة اصبحت متسعة الى ابعد الحدود فان اردنا ان نراجع ما عملته المؤسسات او الدول اللي تسمي نفسها دول مانحة والدول انسانية والدول فيها الديمقراطية والمسواة والاخاء الاخره ماذا فعلت لمثل هذه الشعوب خلال خمسين سنة اللي فات هل تقلص تقلصت الفجوة ما بين الشعوب الغنية والشعوب الفقيرة هل قل عدد النازحين واللاجئين والمنكوبين في كل مكان في العالم انتم الوحيدين القادرين على ان تجيبوا على هذا وتنظروا في مسيحة هذه الامم ومسيحة هذه المؤسسات التي تدعي شيء وتعمل شيء اخر كالدول التي بيد تقتل الشعوب وبيد اخرى وبيد اخرى تحطم اللي هو تتعمل ايه هذه الشعوب بيد تقتل الشعوب وبيد تقتل مثل هذه وتتتعمل مثل نجكوم ذات فقر اقتصدية بين الدول الغنية والدول الصناعية والدول الفقيرة دي الصورة نحن ما نشوفها دي صورة من الصور اللي هو الحرائق اللي موجودة في فين يا ربي في استراليا اللي قد يروح دي حياتها خمسمائة الف مخلوق من الطيور والحيوانات الى اخرية الاخرية غير الاشجار نحيكة عن اخرية الاخرية ها وذات الصحر والجفاف في افريقيا وذي الفلادناب بردك دي حم نشوفها في كينيا وفي زنبيق وفي السومال كل سنة كل هذه الاشياء بتحدث ليه لان احنا افسدنا العالم وافسدنا النظام الكوني البديع الذي خلق الله سبحانه المتجانس بين كل مخلوق خلق الله سبحانه سبحانه اذا تعيش كل هذه المخلوقات لكي تخدمك انت ايها الانسان فاصبح القشع واصبح الفساد الذي عند الشركات عبادة قرارات هي التي ادت الى مثل هذه الاشياء وهذا المفهوم الخاطئ اللي نحن فيه هل نحافظ على الانسان فقط ام نحافظ على كافة الخلاق هل هي انسانية او خلاقية كما انا اقول يعني الصعوبات اللي بتوجهني ايه والتحديات اولا العام الخاري اللي نتكلم عنه ده ده حاجة مش جديدة ده حاجة من ايام ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الارض وخلق كل الكائنات حتى التيور حتى البهايم حتى الحيوانات عندهم داخل مجتمعاتهم داخل امام بيعملوا عمل خاري معروف 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 فهو حاجة مش جديدة مش مستحدثة ايه اللي بيسبب التعقدات في العام الخاري هو ان انا بفرض على الاخر ثقافتي بفرض على الاخر عقدتي بفرض على الاخر قيمي والاخر ده هو الضعيف فاجي في افريقيا افرض الدين معين افرض الثقافة معينة افرض قيم معينة هذا بالنسبة لي جرم اخلاقي ونحن ما نسميه الاول هو الاستعمار الانساني الذي يحدث الان على الشعوب المستضعفة في افريقيا او في اي مكان في العالم هو جرم انساني استعمار انساني السابق هو اسرارنا على اتباع منهج واحد ثقافة واحدة قيم واحدة وطريقة واحدة وادارة واحدة ورفض تخبر الاخر اللي هم الاخر منهم اصحاب المشكلة نفسهم نحن متلعهم برا لا دول ما بيعرفش كلمة انجليزية بايش كلمة فرنسايهم بايش كلمة المانية دول متخلفين دول ما همش اي قيمة دول اشباح بشر لا 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 ما تدخلهمش طيلاس راهم قيمة في الخريطة اللي احنا نقوم بها وزي ما احنا بنقول ايه وان اسلوبنا هو الاسلوب الاوحد والافضل الاسلوب الاوحد والافضل وانا زي ما نقول بالانجليزي ايضا ماي واي او دا هاي واي يعني انا وبعد التفان انا وبعد التفان مش مهم الاختلافات العمل الخيري في الشرق والغرب تقريبا نفس نفس القيم بتاعته الاختلافات فقط في التطبيق في النهج القائم منهج التطبيقي العمل الخيري في الشرق والغرب من الشرق والغرب منهج التطبيقي هو اللي بيختلف لانا فيه ثقافات مختلفة فيه قيم مختلفة فيه تاريخ مختلفة فيه اديان مختلفة ليه ثقافات عايزة كل واحد عايز يشعر ان هو بالقيم اللي اكتسبها من ديني وثقافته عايز يقوم بالدور ده فثقافتي تحترم عن ثقافتك بل يبدو انه انت تحترم ثقافتي زي ما انا بحترم ثقافتك والعمة الخيري هو غريزة كمان نتكلم فيها لكل مخلوق لكل مخلوق يعني هو ايه لحنا نتكلم عايزة بالانجليزة هو God given right يعني هذا شيء منحة الهية من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا نقوم به كيف نحدث تغيير التغيير ليس سهل على اي شعب من الشعوب او على قليل قليل من الاقليات اذا كنا نريد احداث تغيير فيجب علينا تمكين الاشخاص الذين يحاولون التغيير اللي بتعمل التغيير الخاصة بهم يعني لان تغيير ده منظومة وليس فرقيعة ويجب ان تبدأ عملية تغيير الداخلية فين؟ تبدأ من الاسرة من الام اللي هي امرأة من الاب اللي هو رجل والاولاد يبتوني نغير في حياتنا على مستوى الاسرة ويحنا نعتمالها من اهم مؤسسات المجتمع المدني وان كانت هي اهم مؤسسات المجتمع المدني اما بالنسبة لمؤسسات الدولية والمؤسسات اللي هي الخيرية بنتكلم عنها غير حكومية لابد انها تساعد الانسان بمنتهى الفعالية لكن عليها انها تعرف في ملاحظة ترقب في ملاحظة جميع الكائنات في الكون من اصغر قطرتنا الى اكبر محيط ومن اصغر ظهرة الى اكبر شجرة ده اللي هنتكلم عليه يعني حينما نذهب الى اي مكان في العالم نعلم ان الخالق هو مسير مثل هذا الكون ومنشئ مثل هذه المجتمعات هناك دي مرة واحد فنتبع النهج والنظام الرباني الذي وضع الله سبحانه وتحفاظ على كل الكائنات التي انما خلقت الا لتحافظ على حياة الانسان وتجعل حياة الانسان يعني مستقرة على ظهر هذه المعمورة المساواة في ديننا الحنيف يعني في مساواة في منهج الخلاقية عم نتكلم عنه ونهج الخلاقية ربنا سبحانه وتعالى بدعوني نحترم الجميع والمستوحى من العقيدة بتاعتنا ونحن محترمين مثل هذه العقيدة المؤمنين والمؤمنات الصبرون والصبرات القائمون والقائمات وهكذا المصدقين والمصدقات الى اخير لنزمن المساواة بين الجميع بغد النظر عن دنهم وعن ثقافتهم وعن عرقهم الى اخير يعني الدين والعرق والإيه والجنس اللي هو الجندر ينتبق تالى العمل الخلقي على جميع البشر الاناث والذكور يعني انا ليه احرم امرأة واحرم فتاة بناتكون هي مسؤولة الجمعية او مسؤولة مجلس دارة بمناسبة او مسؤولة في مسجد او حتى الاسم مجلس دارة في المسجد ليه ايه المشكلة يعني ايه الاعقليات اللي هنتكلم عنها دي لان ربنا اعطاها القدرة على ان تفكر معي فلا بد ان تشاركني في بناء مثل هذه المجتمعات ينتبق تالى العمل الخلقي على جميع البشر من الاناث والذكور على حد سواء المتساوين امام الخالق ويستحقون الاعتراف والتقدير على قدم المساواة لقيمة واهمية حياتها في المجتمع المرأة لها قيمة مهمة في المجتمع وحياتها مهمة في المجتمع وكذلك الرجل والشاب والشابة وكذلك الوصول للفرص المتساوية وحقوقهم التي يهبها الله سبحانه وتعالى لتحقيق امكانتهم البشرين فالمساواة هنا في ادارة المجتمع لها نفسر النصوص خطأا 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 لننظر للمرأة انها خلقت من ايه من دل الأعواج نفسر الحديث خلق قد يكون دل الأعواج ده معنى ان هو بيحمي الصدر بيحمي القلب والرئتين لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعله يحيط لكي يحمي مثل هذه الأعضاء الحل اللي بقى هنا ان احنا عاملين في دور للمؤسسة الدولية ودور مؤسسة المحلية الدور المؤسسات الدولية هو بيتخلق خلص في كلمة فات الف معناها فند يعني الدعم المادي ا معناها يعني التدريب الت معناها اصبري ا معناها يعني الدفاع و ت معناها يعني تدريب ده دور المؤسسات الدولية خلاص على جنب الدور بتاعت المؤسسات الوطنية المحلية بنكلم عنها اللي تم في القرى وفي النجوع وكذا وكذا هي الكس اللي هي المعلومات مين اللي هيجيب لك المعلومة المهمة اللي في داخل المجتمع اللي هي المؤسسات المحلية الـ I يعني الانوفيشن مين اللي هيجيب لك الطريقة الحل المبدع ما نن يبدع في الحل إلا ما ننكوى بنار المشكلة النفسية يبقى هو المجتمع المحلي الـ I هو الاستدامة مين اللي هيجيب لك الاستدامة هو برضك المجتمع المحلي الـ I الثاني الحل بتاعي هيكون قائم على الاستدامة وقائم على الإبداع وقائم على المعرفة من اللي يقوم بها ده المجتمع المحلي وليس واحد جايب البرشوت من لندن أو باريس أو روما أو جينيفا أو الرياض أو الكويت إلى آخرة هيجي لابس البرشوت ده ونط وماسك في إيده عصام موسى واجب لك المجتمع المحل فلابد يكون إرض الشراكة بل المجتمع الدولي مؤسسات دولية والمؤسسات المحلية متساوية انت تجيب لي الفات اللي هو الدعم المادي والدافع عني والتضربني وانا هجيب لك الحل القائم على المعلومة وقائم على الاستدامة وقائم على الإبداع واحنا هاتنين متساوين لأن معلومتي وإبداعي واستدامة الحل من عندي انا أغلى بكثير جدا مما تضفقه على هذه المشاريع من أموال دي العلاقة من الجهتين عملا نحن برضك الكلمة دي للأسف ما قلتهاش مبارح اللي هي العلاقة من الجهتين هي ايه هوب الايه معناها مشاركة التعاونية الانسانية البديلة المشاركة التعاونية الانسانية البديلة معنى ايه؟ معنى ان احنا في مجتمعاتنا بيننا بدنا نبني العلاقة ما بين اللي هو الالترنتيف هيمينيتيريون اوبريشنال بارتنرشيب انجاجمين لابد المشاركة دي تكون قائمة على انجاجمينت اللي هو التشارك مع بعض التشابك مع بعض بس مرجعاتنا ناولى اللي هي الخلاقية وليست الانسانية ودي بيكون قائمة على على الشجرة اللي احنا بنبنيها دي او بنزرعها اللي هي بنسميها تري الشجرة اللي هي الثقة ترست ريسبيكت احترام انجاجمينت اللي هو التشارك مع بعض انبارمنت اللي هو التمكين يبقى قائمة على ايه؟ شجرتنا هنا هو لها ترست وريسبيكت وانجاجمينت اللي هو الثقة والاحترام والمشاركة والتمكين دي هو اللي هنتكلم عنها وانا اتكلمت عنها قبل كده في الشريحة اللي فاتت هو دي الديهن اللي هنتكلم عنه او اللي هو الفات اللي هنتكلم عنه لو دول مؤسسات دولية تانية ودي هي ايه الاخر اما نرجع بقى الاخر واحدة لما نرجع نلخص كل المجموعة دي كلها احنا منتكلم على ثقافة فلسفية لقيم جديدة لعمل بتاعنا تكون مبنية على مرجعية التشريع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى الحفاظ على الكون والحفاظ على كافة خلائق في الكون واحنا بنشتغل في العمل الانساني او بنشغل في العمل خلائق لانا ما تكلم عنه ايه احنا بنسمي دولة عمل انساني وهم اضطروا له مفيش مشكلة انا لابد ان اضطر لفكري ولقيمي والعقدتي والثقافتي لابد لابد ان يكون في ميزانية مؤسساتنا ميزانية للبحث والبحوث والمؤتمرات والورش كل هذه الاشياء اللي بتكون موجودة لابد تكون موجودة علشان تستطيع انك تقدم فكر جديد وانت اغنى الناس في اللغة والثقافة والعقائد اللي نزلت عندنا في المنطقة العربية والتاريخ مفيش منطقة في العالم اغنى من هذه المنطقة اللي هي منطقة ايه الشام والجزالة العربية اللي هي مهبة تكون للاديان السماوية فاثقوا في انفسكم واعلموا ان احنا في ببدأ هذا القرن اصحيح اهليه مش هذا القرن هذه الحقبة الزمنية لعشرين عشرين نبدأوا بهذا التحدي لانه كلنا دور ولكننا دور ولكننا رؤية ولكننا رسالة ولكننا منهج اختم النهاردة بكلمة ان انا بهني فيها اخواننا المساحيين اللي هم الارثولوكسكيين الكنيسة الشرق بالاحتفالات المجيدة بتاعتهم وربنا يا ان شاء الله يجعل هذا العام عام سعيد ليس عليهم فقط بل على البشر كله في العالم وعلى كافة الخلاق في العالم ان شاء الله ويجعل ايامكم سعيدة ويجعل ايامنا كلها سعيدة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا